محاربة الإنقلاب وإعادة الشرعية ثم لاحقاً محاولة احتلال جزيرة سوقطرة خط تحاول الإمارات العربية رسمه في اليمن واضح أن محطة سوقطرة حولت مشروع التحالف من محاربة الإنقلاب إلى رغبة الاستحواذ لدى الإمارات وهذا ما يتطلب إجابة واضحة لكن هل من بينها احتلال الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي؟ آخر التطورات في هذا الجانب أن اجتماعاً ضم لجنة سعودية يمنية مشتركة وإن لم يعلن فحواه كاملاً إلا أن أبرز نقطة فيه أكدت على المطالبة بإزالة التوتر الذي نشب بين الحكومة اليمنية وأبو ظبي اجتماع الجمعة أثار تساؤلات كثيرة عن الأسباب والدوافع التي أفضت إلى التوتر كما وضعت الحكومة اليمنية تساؤلاً حول الأهداف والمبادئ التي قام عليها التحالف العربي في مواجهة الحوثيين وميليشياتهم وهو رفض واضح لأي تحرك عسكري خارج ما جاءت من أجله دول التحالف وسريعاً ظهر وزير الشباب والرياضة نائف البكري قائلاً إن اليمنيين لن يفرطوا في جزيرة سوقطرة أو أي أرض يمنية علم الدولة والجمهورية على صدركم ثبات الحكومة الآن بحسب متابعين هو في الأساس التحرر من أي إملاءات إماراتية قادمة إذ تستمر حكومة أبو ظبي منذ فترة بالتزاوج بين طموحها الصغير النابع من حصالتها للسلاح ورغباتها في الاستحواذ لكنها تجابه برفض يمني شعبي متصاعد وكانت أرسلت الإمارة مساء الجمعة خامس طائراتها العسكرية إلى جزيرة سوقطرة اليمنية ويقول شهود عيان إنهم شاهدوا عبور عدد من العربات العسكرية والجنود تعزيزاً لتواجد قواتها في الميناء والمطار لا نفيا ولا تبرير ولكنه تأكيد على المسؤولية التي تتحمل عواقبها الإمارات وهو ما سيسهم في عرقلة الإنقلاب التي ضاعت فرص إفشاله في مراحله المبكرة